بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فموضوعنا اليوم الذي سنتحدث عنه بإذن الله تعالى هو استقبال العشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من رمضان منحة من الله تعالى ومنة على عباده الذين ينتهزون هذه الفرصة لصالحهم لما تجتمل عليه من الكنوز العظيمة ومن الخيرات الوفيرة ومن الأعمال الجليلة والثواب الجزيل من عند الله جل وعلا وقدوتنا وإمامنا وسيدنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فقد كان أشد الناس اجتهاداً في العبادة وأكثرهم جوداً في رمضان وفي هذه العشر أكثر من غيرها وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاري وكان اجتهاده يزداد في العشر الأواخر وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواه البخاري فنبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان تفرغ لعبادة ربه فيشد مئزره كناية أو تنبيها على التشمير في الطاعة والاجتهاد فيها أو اعتزال اللذات ومنها أعظم اللذات وهي شهوة النساء فكان يتفرغ عن هذا العمر ويشغل وقته كله بطاعة ربه جل وعلا فيحيي ليلة ويحث أهله ويوقظهم من النوم ليشغل وقت الليل بمناجاة الله تعالى وعبادته من صلاة وتلاوة قرآن ودعاء وتضرع إلى الله جل وعلا لأن هذه الليالي العشر فيها ليلة هي خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر كما قال جل وعلا وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان يعني أنه يلازم المسجد ويقول تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه فيجتهد في هذه العشر لعله أن يصادف هذه الليلة التي خير من ألف شهر ومعنى أنها خير من ألف شهر أي أن عمل الإنسان في هذه الليلة وهي ساعات معدودة تسع ساعات ونصف أو عشر ساعات أو أكثر أو أقل هي خير من عملك في ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر ليس فيها ليلة قدر وهذا كسب عظيم ومنحة ومنة من الله تعالى فالإنسان يحصل في هذه الليلة على أجر عمل إنسان معمر قليل من الناس الذي يصل عمره ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر أعمار هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يجوز ذلك فإذا كنت أيها الإنسان المؤمن التقي النقي حصلت على هذا في ليلة واحدة عمرت في العبادة هذا العمر الطويل فهل تفرط فيه أو هل يفرط فيه عاقل أو إنسان يعرف مصلحة نفسه نفسه فيستحب للإنسان أن يجتهد فيها بجميع أنواع الطاعات وأن يبتعد عن الملهيات والمشغلات والصوارف فلا يضيعها في فضول الأمور فضلاً عن أن تضيع في شيء محرم ويجب عن الإنسان أن ينتفيها لنفسه ويستغلها لصالحه وأن يحث من حوله من أهله اتداءاً بزوجته وأولاده وأقاربه وأصدقائه ومعارفه أن يستغلوا هذه الفرصة لمصلحة أنفسهم بالإجتهاد فيها بسائر عنواع القربات ومن أعظمها القيام في الليل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليالي العشر كلها يلتمس هذه الليلة لأن ليلة القدر إنما هي في العشر الأواخر كما سيأتينا بسط لذلك وقد كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر يدخل معتكفة صبيحة يوم عشرين من رمضان إذا صلى الفجر دخل معتكفة لأجل أن يدرك الليالي الباقية كلها من أولها إلى أن ينتهي رمضان وهو في حال اعتكاف وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده كما جاء ذلك في الصحيحين وليلة القدر هي ليلة تقع في إحدى هذه الليالي وسميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله تعالى وعظيم فضلها ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير ونحو ذلك وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اغتنامها وعدم التفريط فيها فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم رواه ابن ماجة وقد ورد في فضائلها أنها ابتداء نزول القرآن كما جاء في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر والعبادة فيها أفضل من غيرها لقوله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله تعادل في فضلها ألف شهر فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول حيث منى الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوة بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة ومن مزاياها كثرة نزول الملائكة فيها كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك بقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل عمر يقول ابن كثير رحمه الله يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة فينبغي للإنسان أن يتعرض لنفحات ربه ليدرك هذا الخير وهذا الفضل وهذه البركة التي تنزل من عند الله تعالى ويصادف فيها زمن العطق من النار فلله تعالى عتقاء من النار كل ليلة ويزداد العدد ويتضاعف كثرة في ليلة القدر ثم إن هذه الليلة من صفاتها سلامتها من كل شر وعافة لقوله جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر فهي أمن وسلام وطمأننة وراحة وبركة على أهلها وهدوء وحسن حال لأهل الإيمان والتقوى وقد جاء قوله تعالى في بيان بركتها وخيريتها إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي يكتب فيها ما هو كائن في السنة من الخير والشر ومن الأرزاق والآجال كما جاء في قوله تعالى فيها يفرق كل عمر حكيم يقول ابن كثير رحمه الله أي في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ أمر السنة وما يكون فيها من الأجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها ومن فضائل هذه الليلة أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري فالإنسان إذا قام هذه الليلة وهي ليالي وهي ليلة من إحدى الليالي العشر إذا قامها وغفر له ما تقدم من ذنبه وقيامها أن تقوم مع الإمام في صلاة العشاء وتصلي معه قيام الليل حتى ينصرف فيكتب لك بهذا قيام ليلة وتحصل على هذا الأجر لكن تقوم ذلك ليس رياء ولا سمعة ولا مجارات للعادات الاجتماعية وإنما تقوم ذلك إيمانا واحتسابا ومعنى إيمانا أنك تصدق بوعد الله تعالى وما ذكره فيها من الخيرات وأن تحتسب ما تناله من طول القيام وحبسك لنفسك في الوقوف بين يدي الله أن تحتسب ذلك أن يكون أجره عند الله لا يصاحب ذلك رياء ولا سمعة وإنما تقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وأما تحديد هذه الليلة فهي ورد تحديدها عنها في العشر الأواخر وقد وردت حديث تثبت ذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه فهي يقينا في العشر الأواخر وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر يعني البواقي رواه مسلم ووردت حديث عنها في الوتر من العشر الأواخر كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان متفق عليه ووردت حديث أنها في التاسعة والسابعة والخامسة من العشر كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى فلان فتلاحى رجلان من المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فروفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة متفق عليه وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى رواه البخاري وهذه كلها تدل على أن الإنسان عليه أن يجتهد في كل العشر الباقية وقد ورد أنها في ليلة الحادي والعشرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إن اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه أي أرنبة أنفه كما في البخاري فيهما الطين والماء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر روه مسلم فهذا الحديث يبين أنها في العشر الأواخر وأنها في تلك السنة وقعت ليلة إحدى وعشرين وعلم الناس بها أنها ليلة إحدى وعشرين بعدما انتهت وفات وقت التحري فيتحر الإنسان العشر كلها لعله يجدها وقد تكون في هذه السنة ليلة إحدى وعشرين وفي سنة أخرى ليلة إثنين وعشرين وفي أخرى ليلة ثلاثين وعشرين وفي أخرى ليلة تسع وعشرين وفي أخرى ليلة خمس وعشرين وهكذا كما سيأتينا بيان شيء من ذلك من الأحاديث الآتية وورد أنها في ليلة الثالث والعشرين كما جاء عن عبد الله بن أونيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف وإن أثر الماء وطين على جبهته وأنفه قال وكان عبد الله بن أونيس يقول ثلاث وعشرين رواه مسلم وورد أنها في ليلة السابع والعشرين وقد قال أبي بن كعب رضي الله عنه في ليلة القدر والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع وعشرين رواه مسلم ومما ورد عن العلماء في إزالة الإشكال على تعيين هذه الليلة بعض الأقوال يقول ابن حجر رحمه الله أرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخيرة وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب يعني أنها قد تكون في سنة ليلة سبع عشرين وفي سنة أخرى ليلة خمس وعشرين وفي سنة أخرى ليلة ثلاث وعشرين وهكذا قال الإمام ابن تيمي رحمه الله وبعضهم يعين لها ليلة من العشر الأواخر والصحيح أنها في العشر الأواخر تنتقل هكذا يرجح شيخ الإسلام أنها تنتقل من سنة لأخرى ويقول الإمام النوي رحمه الله وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريقة إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها يقول لأن الأحاديث كلها صحيحة ولكي نعملها كلها نقول إن ليلة القدر تختلف من سنة لأخرى في ليلة هذه السنة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والحكمة من كونها تنتقل ظاهرة جدا لأنه لو كانت في ليلة معينة لكان الكسول لا يقوم إلا تلك الليلة لكن إذا كانت متنقلة وصارت كل ليلة وصار كل ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر صار الإنسان يقوم كل ليالي العشر وهذا من الحكمة في عدم تعيينها في ليلة معينة وهذا أيضا فيه مدعاة إلى أن يكثر الإنسان من العمل الصالح بدلا من أن يعمل في ليلة واحدة عملا صالحا صار يعمل عشر ليال وبهذا تتربى نفسه وتتعود على العمل الصالح فيتكون عنده الرغبة والمحبة للأعمال الصالحة وتكون هذه هي عادته في بقية عمره ويكون قد اكتسب ترويضا لنفسه على العمل الصالح واعتيادا وحبا ورغبة فيه فيكون خلقا له في بقية حياته وقد اجتمع له من العمل عمل عشر ليالي بينما إذا كانت في ليلة واحدة معينة يكتفي بعمل ليلة واحدة وفرق بين الحالين فينبغي للإنسان أن ينتهز هذه الفرصة ويشمر كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجد في ذلك أشد الجد ويأمر أهله بأن يتفرغوا للتعبد لله ويتركوا وينصرفوا عن كل المشاغل والصوارف التي تشغالهم ويكون الإنسان وقته كله مع ربه جل وعلا في هذه العشر ذكر بعض أهل العلم من علاماتها أنها يقول أبي بن كعب أمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها رواه مسلم وهذا يعلم بعد انتهاء تلك الليلة ففي صبيحتها تطلع شمسها لا شعاع لها ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من علامات ليلة القدر أن يطمئن قلب العبد وينشرح صدره ويجد لذة في القراءة ولذة في مقابلة إخوانه وانشراحا في صدره فكل هذا من العلامات التي يلقيها الله عز وجل على من شاء من عباده والإنسان في هذه الليلة أو في العشر الأواخر كلها يشرع له كل عمل صالح وينبغي له الاجتهاد في كل الأعمال الصالحة وخاصة قيام الليل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله رواه البخاري ويكثر الإنسان فيه من الدعاء وسؤال الله العفو كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي فالإنسان يجتهد في هذه الليلة ويكثر من الدعاء وسؤال الله تعالى الجنة والعتق من النار والاستعاذة بالله من النار وما يقرب إليها ويدعو لنفسه وأهله ووالديه وأقاربه وأمته يدعو دعاء خاصا ودعاء عاما ويشرع للإنسان المسلم أن يعتكف فيها لكن الاعتكاف مشروط بأن لا يضيع شيئا من الواجبات سواء كانت واجبات دينية أو واجبات اجتماعية فالإنسان إذا كان لا يرتبط به أعمال متفرغ ولا يترتب على اعتكافه ضيع حقوق من أهل أو ذرية أو التزامات وحقوق ونحوها والاعتكاف ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتكف من كان اعتكف معي فليعتك في العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين إن صبحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر متفق عليه فيشرع للإنسان الاعتكاف والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى فالإنسان يجتهد في أن يدخل بنية التقرب إلى الله جل وعلا ويعتكف ما يرغب في اعتكافه الاعتكاف مشروع في كل وقت في رمضان وغير الرمضان وفي الليل والنهار وفي حال صيام وفي غير صيام ولكن في العشر الأواخر من رمضان هو آكد من غيره وهو سنة في حق الرجال والنساء وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه لكن المرأة تعتكف بمكان بحيث لا يراها الرجال الأجانب كما كانت أمهات المؤمنين تضرب لهن القباب ويختبئن بها عن أنظار الرجال والاعتكاف يكون في المساجد وفي المساجد التي تقام فيها الجماعة والأفضل إذا كان يتخل الاعتكافه جمعة أن تكون في مسجد تقام فيه الجمعة ويشترط للمعتكف الإسلام والعقل والنية وبالنسبة للمرأة أن يأذن زوجها وأن لا يترتب على اعتكافها خطر عليها أو ضرر منها أو عليها وأن يكون ذلك في مسجد والاعتكاف يفسده الخروج من المسجد بلا حاجة وتضيع الوقت في اللغو والكلام والجماعة فكل هذه تفسد الاعتكاف وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا متفق عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا صار شعره أشعث واحتاج إلى تسريح وتنظيف ودهن يدخل رأسه من طاق على بيت عائشة لأجل أن ترجله وتعتني به وهو في داخل المسجد عليه الصلاة والسلام وأيضا فإنه كان لا يدخل بيته إلا لأمر ضروري ولا يخرج الإنسان ومن معتكفه إلا لما لا بد له منك قضاء حاجة وليس له أن يشيع جنازة ولا أن يزور مريضة إلا إذا اشترط ذلك عند دخوله لاعتكافه كما أن المعتكف لا ينشغل بالقيل والقال والانشغال بالهواتف والمزح ونحو ذلك من الأمور التي قد يتساهل فيها بعض الناس ولا حرج أن يتصل الإنسان وهو في معتكفه على أهل ليطمئن على صحتهم أو يسألهم عن أمر وليس المعتكف أن يبيع ويشتري وهو في معتكفه ولو كان عن طريق الهاتف ولا يجوز له أن يجامع وقد قال تعالى ولا تباشروا في المساعدة وأن يجب على الناس أن ينتبهوا لهذه الأمور وأن يشغلوا وقتهم في هذه العشر المباركة بما يعود عليهم بالنفع والمصلحة ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا العشر الأواخر وأن يوفقنا فيها للصيام والقيام والتعبد لله بأجل العبادات وأن يجعلنا ممن يفوز بالرحمة والمغفرة والعتق من النار ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلف عنا وعنهم كل شر ووباء وبلاء وفتنة وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه